يعتبر العراق من أهم الأسواق التصديرية للصناعات الوطنية حيث شكلت الصادرات الأردنية ما يقارب مليار دينار في سنوات سابقة إلا أنه تراجع إلى 300 مليون دينار نتيجة إغلاق معبر طريبيل قبل نحو عامين إلى التفاصيل يعتبر العراق من أهم الأسواق التصديرية للصناعات الوطنية حيث شكلت الصادرات الأردنية ما يقارب مليار دينار سنويا وتراجعت إلى 300 مليون دينار وتأثرت التجارة الخارجية بإغلاق معبر طريبيل قبل نحو عامين بسبب التوترات الأمنية على طول الطريق الدولية بين البلدين قرار الحكومة العراقية بإعفاء 340 سلعة أردنية من الرسوم الجمهورية من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل فيما يأمل مسؤولون بأن تتوسع قائمة هذه السلع المعفاة استنادا إلى اتفاق بين حكومتي البلدين يتيح إعادة النظر فيها كل ثلاثة أشهر ويرى الخبراء بأن السوق العراقي سوق واعد أمام المنتجات والصناعات الأردنية وسيكون له أثر إيجابي كبير على القطاع الصناعي الأردني وزيادة تنافسية المنتج الأردني في الأسواق الخارجية وتعتبر هذه الخطوة العراقية إيجابية لتعميمها بحيث تصبح كافة قوائم السلع معفاة من الرسوم الجمركية